السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطالما تمنعت المهاجم التركية حتى عندما كانت الدول التي أقف إلى جانبها دفاعا عن العنوبة والإسلام تهاجم تركيا وكانت على خلافات مع تركيا وكانت على طلاق مع تركيا لماذا؟ لأنني ببساطة أحلل السياسة وأقرأ المشهد السياسي من خلال الوقائع التي تحصل على الأرض خلال العشر والعشرين والثلاثين والاربعين عاما الماضية التي عشتها شاهدا على الأحداث كصخفي مراقب ومن خلال قراءة للتاريخ المحللون السياسيون الذين يعتمدون على التصريحات في تحليلاتهم السياسية لطالما أثبتوا فشلهم لأن التصريحات ربما تكون شيء وتكون الأهداف والغايات شيء آخر لذلك لعلني كنت مصيبا في أن التوجه نحو تركيا هو أربح لأمتنا ولقضايانا بكل بساطة بغض النظر من الذي تراجع أنا برأيي تركيا تراجعت عن كثير من الخطوات التي قامت بها وكثير من الاتهامات التي أطلقتها على خلفية الإنقلاب الفاشل ولكن ما يهمني اليوم في هذا الموضوع هو انعكاسه على القضية الفلسطينية أنا لعلني استمعت لمقابلة مقابلة مع الأخ زياد النخالي أبو طارق أمين على محركة الجهاد الإسلامي مؤخرا وأقول على بساطة هذا الرجل المناضل المعتقل السابق في سجون الاحتلال الصهيوني على بساطة هذا الرجل الذي أعرفه معرفة شخصية طيبة عميقة إلا أنه تحدث بعبارات وقدم أفكار لأول مرة ينطق بها مسؤول فلسطيني لا أريد أن أتوقف عند موقفه من حماس وكشفه لرأي حركة الجهاد الإسلامي بالإخوان المسلمين وبحماس وسلوكهم وكل هذا الأمر يعني هذا سأتركه جانبا وأتحدث عن أفكار تحدث بها مسؤول فلسطيني لأول مرة تتعلق بقراءة العدو نحن نحتاج بعد كل هذه السنوات لفهم عدونا بالعمق وقراءة دولة إسرائيل بقراءة حديثة مختلفة عن قراءتنا في الستينيات والسبعينيات لهذا العدو هناك تطورات كثيرة حصلت في المنطقة تحتاج لإعادة قراءة الأصدقاء أيضا تحتاج لإعادة قراءة السحر الفلسطينية كل هذا لم يحصل لأنه ببساطة هذه القراءة الجديدة سوف تؤدي إلى خطط جديدة ورؤى جديدة ومواقف جديدة وتفكير جديد سوف تؤدي إلى مكاسب للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كل هذا لم يحصل للأسف من يفكرون في الساحة الفلسطينية غاصوا وغطصوا في السياسة اليومية وأهملوا البعد الاستراتيجي في الأمور عندما يقول زياد نخالي كلاماً أنا قلته سابقاً عدة مرات الحقيقة بأن المشروع في فلسطين هو مشروع مسيحي وليس غربي وليس مشروع يهودي من هم اليهود في العالم؟ ما هي قوتهم؟ لديهم قوة اقتصادية صحيح لديهم قوة إعلامية صحيح لكن ليس لديهم قوة عسكرية على مستوى العالم لو لا العالم المسيحي الذي يقف إلى جانبهم الغربي إذا أراد البعض أن نسميه الغربي أكثر تحديداً هم أقرب إلى البرتستانتية والمشروع الجديد والشكل الجديد في الحرب على الشرق المنطقة تعرضت لـ 13 حملة صديبية لعل هذه هي الحملة الرابعة عشر التي يحاربنا فيها الغرب بلا سلاح مباشر بمعنى دون أن يطلق رصاصة واحدة بمعنى أنه ينشئ دولة إسرائيل ينشئ أحساب يستغل أنظمة من أجل تخريب العالم العربي العالم العربي عندما يستقر ينمو أي دولة عندما تستقر تنمو النمو قد يكون بطيئاً أو سريعاً ولكن النمو يستمر فيها ممنوع على هذه الدول أن تستقر حتى لا تنمو حتى لا تكبر حتى لا تشكل خطراً على الغرب لا خطراً في التصدي ولا خطراً في الغزو كما يحصل عبر التاريخ أنا كما قلت أنا أستند للوقائع على الأرض وما يحصل ونتائج هذه الوقائع على الأرض والأحداث وأستند للتاريخ في فهمي وفي تحليلي السياسي ماذا يمكن أن نستفيد نحن كفدسطينيين من التقارب العربي التركي لعلنا المستفيد الأكبر كما كنا الخاسر الأكبر من الخلافات العربية التركية دائماً أنا أقول كنت أقول عندما كنت في إيران أو في العراق كنت أقول للإيرانيين والعراقيين صحيح أن إيران والعراق خسروا مئات آلاف الضحايا في الحرب العراقية الإيرانية لكن الفلسطيني كان الخاسر الأكبر على مستوى القضية الفلسطينية ولعلني اقترحت على أحد القيادات الفلسطينية خالد مشعل في طهران أن تشكل لجنة جدية من أجل تقريب جاة النظر حل الخلافات العربية لأن هذا يخدمنا هذا يخدمنا بالمعنى الاستراتيجي نحن نحتاج لأن نلعب هذا الدور إذا كنا بخير لكننا لسنا بخير الحقيقة كثورة فلسطينية كمنظمة التحرير كفصائل فلسطينية نحن لسنا بخير ولذلك يعني أنا حتى تحدثت إحدى المرات مع سفير فلسطين في تركيا الأخ فائد مصطفى أنه نحن كفلسطينيين أصحاب مصلحة في التقريب بين الدول العربية وتركيا حتى ولو أدى ذلك إلى إنشاء مؤسسة خاصة من أجل ذلك لأننا مستفيدون بكل بساطة نحن المستفيد الأكبر من أي تقارب عربي 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 إسلامي ونحن المتضرر الأكبر من أي خلاف عربي 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 إسلامي هذه هي المعادلة وبالتالي أنا فعلا سعيد بأن أرى التقارب مع تركيا نعم هناك جراح في التاريخ هناك جراح لكن لا ننسى دور تركيا يعني هناك دور إيجابي ودور سلبي هناك جراح مع إيران نعم هناك جراح ولكن يجب أن لا ننسى أن مصلحتنا تقتضي التقارب والتفاهم وحل الخلافات دون إراقة الدماء يعني السياسي ما هو دور السياسي؟ دور السياسي أن يحد من التخريب وإراقة الدماء وأن يسعى نحو التنمية والبناء هذا دور السياسي إذا كان هناك للسياسي دور آخر فهو دور لا يصب في مصلحة القضية التي يحملها إلا إذا كانت السياسة عدوانية وبالتالي الدور يكون مختلف كليا ذلك أنا الحقيقة أتمنى أن نستفيد طيب إذا كنا إحنا جاهزين أو غير جاهزين للاستفادة هذه المسألة صارت عنا صارت أصبحت الكرة في ملعبنا هل نحن جاهزون للاستفادة من هذا التقارب العربي التركي؟ أنا برأيي لا من دون أن نتوحد كفلسطينيين لا يمكن أن نكون جاهزين للاستفادة من أي حدث أو أي تقارب في الساعة العربية أو في الساعة العربية الإسلامية للأسف الشديد نحن غير جاهزين أتمنى على هذه الخطوة العربية أن تكون منطلقا وحافزا من أجل إجراء الاندخابات الفلسطينية هناك أراء كثيرة حول مسألة الاندخابات أراء كثيرة تجوز ولا تجوز ودحت الاحتلال وفوق الاحتلال وكل هذا ولكن نحن بحاجة لتجديد قيادتنا الفلسطينية نحن بحاجة ولا يوجد طريق آخر لتجديد القيادة الفلسطينية إلا الاندخابات يعني هل تترك الأمر لحركة فتح حتى تغير قيادتها؟ فحركة فتح عاجزة اليوم في وضعها الحالي عن تغيير قيادتها عن تجديد الدماء في عروقها عاجزة عن خلق دور للشباب اجتراح دور للشباب في فتح عاجزة إذن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قيادة يحتاج إلى تفعيل المؤسسات على رأسها مؤسسة منظمة التحرير يحتاج إلى توسيع إطار التمثيل يحتاج إلى التصدي للمحاولات الغادرة بمصادرة القرار الفلسطيني هناك محاولات لمصادرة القرار الفلسطيني شهدناها جميعا لا أريد أن أحدد هنا ولكن أريد أن أقول أن هذه المحاولات نجحت جزئيا نجحت جزئيا في مصادرة القرار الفلسطيني هذه المحاولات نجحت في تقسيم الشعب الفلسطيني في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ضمن هذا السياق أنا أقرر الأمور نجحت كيف نعيد اللحمة هذه المصالحات فشلت هناك مشروعان مختلفان ولعل الأخ زياد النخالي تطرق على هذا الموضوع وقال كلاما صريحا فعلا هناك مشروعان مختلفان إذا لم نوحد المشروع لا يمكن أن يكون هناك لا مصالحة ولا وحدة وطنية علينا أن نبحث عن مشروع وطني وهنا تأتي أهمية العودة لقراءة الذات العودة لقراءة الذات بمعنى تقييم الحالة ووضع حلول واشتراح حلول جريئة كما أننا نحتاج إلى قراءة العدو نحتاج إلى قراءة أنفسنا نحتاج إلى قراءة الوضع الإقليمي والدولي كنا هكذا أيام الأحزاب نناقش الوضع الذاتي والإقليمي والدولي ونفهم ما الذي يدور في هذا الفلك حتى لاستطيع أن نحدد أين نحن وإلى أين نحن ذاهبون هذا كله اختفى من الساحة الفلسطينية لم يعد موجودا الآن هنا في لندن مجموعة من الطلاب يريدون أن يبحثوا عن دور أن يفعلوا شيئا لقضيتهم الفلسطينية يعني أعجبوني جدا عندما قالوا عليك أن تدخل إلى الاجتماع كما تدخل إلى المسجد تخلع حذاءك الحزبي هناك فلسطين طيب إذا كانت فلسطين تجمعنا جميعا أليس من المعيد أن تفرقنا أحزاب أو أيدروجيات أو أفكار أو مصالح أو أنانيات هل نريد شيء أعظم وأكبر من فلسطين لكي يجمعنا هل هناك أهم من هذا الجامع المهم والخطير والاستراتيجي والتاريخي والجغرافي والسياسي والمصلحي طيب إذا كانت فلسطين تجمعنا لماذا نحن غير مجتمعون على فلسطين عندما نقول فلسطين تجمعنا هذا ليس شعار هذا يتطلب أن نضع خطة عمل نتوافق عليها هذا يتطلب أن نوحد أهدافنا هذا يتطلب أن نؤيد قراءة الواقع هذا يتطلب كثير من الرؤى التي تحتاج إلى تعديلات وتغييرات طيب نحن الآن نغمس خارج الصحن منذ سنوات طويلة نغمس خارج الصحن إذا توقع اتفاق أسلو أو فرض علينا اتفاق أسلو أو رأى البعض بأن اتفاق أسلو طيب نحن فيه فوائد لماذا لا نعزز الاستفادة من هذه الفوائد طيب اتفاق أسلو كان اتفاقا مؤقتا لماذا نتمسك به إلى الأباد طيب نأخذ ما نستطيع أن نأخذ بهذا الاتفاق ونبحث عن سبل جديدة لتعزيز واقعنا الذي نتج عن هذا الاتفاق الحكمة تبطضي أن نقدم أفكارا لا يوجد حقيقة إلا نادرا من يقدم أفكار في الصحة الفلسطينية الفكرة هي أوزا من الذهب في هذه المرحلة لأننا نحتاج إلى أفكار نحتاج إلى حوار ينتج عنه فكر ليس إلى حوار سياسي إلى حوار فكري من أين ننطلق إلى أين سنصل وكيف سنصل وهذه هي الأسئلة الكبرى الآن المطروحة بالساحة الفلسطينية الأسئلة ليست أسئلة خدماتية ولا أسئلة تكتيكية هناك أسئلة استراتيجية مطروحة الآن علينا بعد كل هذا الخراب والدمار الذي عشته القضية الفلسطينية نعم حتى القضية العربية الآن تحاول أن تلتقد أنفسها من جديد كل تصرف عربي أو إسلامي يصب في خدمة القضية الفلسطينية هو تصرف صحيح وكل تصرف يصب في غير صالح القضية الفلسطينية هو تصرف خطأ المازورة أداة القياس هي القضية الفلسطينية هي القضية الفلسطينية إذا اتفقنا على هذا نبدأ بتحديد المواقف من كل الأحداث وكل التغيرات وكل التدخلات التي حصلت في بلادنا نبدأ بفهم الأمور أنا أدعو للإطلاق من جديد أدعو للبدء بالتفكير من جديد أدعو لي يعني اليهود كان عندهم ستلاف جمعية متنوعة بكل المجالات قبل العام 48 نحن ليس لدينا جمعية واحدة أنا أشجع على إنجاء الجمعيات والمؤسسات والتكتلات حتى نعيد إحياء الواقع من الداخل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته